وصباحكم اشراقات سعيدة وبشارات تتوالى بإذن الله مشاهدين الأحبة إذن في هذه المساحة مباشرة سننتقل من استيديو البرنامج إلى محافظة ظفار للحديث أكثر عن البرنامج التدريبي لأعضاء اللجنة الفرعية لقطاع الإغاثة والإيواء تفاصيل أكثر حول هذا البرنامج ينضم معنا الآن في الربط المباشر الزميلة محمد من مخيط الشحري أهلا وسهلا بك محمد وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح صباح الخير حوراء وصباح الخير لجميع المشاهدين الكرام الذين يتابعون في هذا البث الحي المباشر من هنا من ولاية صلالة للحديث عن البرنامج التدريبي الذي يقام هنا في محافظة ظفار حيث تنظم المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار برنامجا تدريبيا لأعضاء اللجنة الفرعية لقطاع الإغاثة والإيواء بمحافظة ظفار بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الحالات الطارية التفاصيل أكثر سوف نتعرف عليها من خلال ضيفي الكريم الأستاذ محمد بن حميد الكلباني مدير العامة المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار ومشرف قطاع الإيقاثة والإيواء بالمحافظة بداية أستاذ محمد أسعد الله صباحك بكل خير ومن خلالك نحب أن نتعرف على أهداف وهمية هذا البرنامج الذي يقام اليوم وقدن بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم أولا أرحب بكم وقزاكم الله خير على التغطية حقيقة برنامج اليوم هو برنامج تدريبي موجه إلى قطاع الإغاثة والإيواء أهميته تنبثق من التوجيهات السامية في رفع مستوى جهزية اللقنة الوطنية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة طبعا قطاع الإغاثة والإيواء هو أحد القطاعات السبعة الرئيسية المكونة للمنظومة الوطنية للإدارة الحالات الطارئة سعت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال خطتها التنفيذية لهذا العام بهدف أن يكون قطاع الإغاثة والإيواء وأعضاؤه ممكنون وقادرون على التعامل مع مختلف الحالات بالتكامل والتناغم مع مختلف مكونات المنظومة الوطنية حقيقة البرنامج ينقسم إلى يومين اليوم الأول سنتوسع فيه ونأخذ فيه أيضا التجارب السابقة في جانب آلية التعامل ما بين قطاعات اللقنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ثم سننتقل بوجه خاص إلى قطاع الإغاثة والإيواء وكيفية التكامل ما بين فئاته ومكوناته غدا بإذن الله سيكون هناك التركيز على أيضا أحد المكونات الهامة لقطاع الإغاثة والإيواء والذي أيضا تسعى الحكومة بشكل جاد في تنظيمه وتمكينه هو القطاع التطوعي حيث أن القطاع العمل التطوعي اليوم أصبح هو أحد الركائز الأساسية في عمليات الإغاثة لو نتحدث أيضا أستاذ العزيز عن الفئة المستهدفة في هذا البرنامج نعم الفئة المستهدفة استهدفنا طبعا أعضاء اللقنة الفرعية لقطاع الإغاثة والإيواء على مستوى محافظة الضفار كذلك مدراء دواعر التنمية الاجتماعية كونهم رؤساء الفرق الميدانية في ولاياتهم استهدفنا لجان التنمية الاجتماعية وأعضاؤها ورؤساء الفرق الخيرية وأعضاء الفرق الخيرية أيضا في هذه الفرق لو نشير أيضا في هذا اللقاء عن الخبرات التي وصل إليها أعضاء اللجنة هنا في محافظة الضفار من خلال تعاملهم في السنوات الأخيرة مع مختلف تقلبات الضفار نعم سلطنة عمان حقيقة من خلال تقربتها الوطنية في إدارة الحالات الطارئة آمنة ومستقرة وبفضل الله أولا ثم بفضل فاعلية اللقنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وحوكمة إقراءاتها وتكامل قطاعاتها ثم بوعي أيضا المواطنين والمقيمين من خلال التقارب أيضا العديد التي مرت بها السلطنة في هذا الجانب كلمة أخيرة تود أن تطرحها في ختام هذا اللقاء اليوم نعم أتمنى الاستفادة لجميع المشاركين في هذا البرنامج وإن شاء الله ستكون هناك سلسلة برامج أيضا معنية بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بين فترة وأخرى وذلك لإكسابهم المهارات أيضا وآليات العمل الجديدة حيث أن التقربة في كل عام تتحسن إلى أن تصل إلى مستوى رائد بإذن الله تعالى كل الشكر وتقضيها لك السيد العزيز حافظكم الله ونسأل الله التوفيق الجميع هكذا الزملاء العزاء عزيزي المشاهدين كانت هذه الوقفة والتي تحدثنا فيها عن البرامج التدريبي لعضاء لجنة الفرعية لقطاع الإغاثة والإيوا هنا في محافظة فار الذي سيقام على مدى يومين اليوم وفي القد إن شاء الله وهناك مشاركات مختلفة ونتمنى لهذه الجهود إن شاء الله أن تثمر بغطائها وإن شاء الله أن يستفيد الجميع من هذه الأوراق العمل المطروحة ومن هذه التجارب المختلفة التي ستطرح من خلال هذين اليومين كل التوفيق لهم وإليكم الزملاء في الاستوديو ما تبقى من برامج قهوة الصباح شكرا لك الزميل محمد من الخيط الشحرية الحاضر معنا من محافظة ظفار بتحديد ولاية صلالة إذن مشاهدين الأحبة نستمر معكم في مساحة قهوة الصباح نروح إلى فاصل وبعدها لنعود من جديد كنوا معنا شكرا لكم